موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تغيب الكلمات من أجل التعبير عن عمق الحزن والآلم وهذه التفاصيل القصة السيدة فاطمة بوشاور عمرها يتخطى 80 سنة تسكن في بسمعي لولاية تيبازا وكذلك في فرنسا أين يسكن أغلب أولادها تحب بلدها الجزائر وتفضل أن تقضي معظم أشهر السنة في منزلها في بسمعيد في شهر أكتوبر عادت للجزائر قادمة من فرنسا من أجل الاستراحة في بيتها كل يوم صباح تتحدث في الهاتف مع أولادها تطمئنهم بأن صحتها جيدة وأن الأمور بخير قبل ثلاثة أيام أبناؤها اتصلوا بها كالعادة عبر الهاتف التابت للمنزل لكنها لم ترد على السماعة استمروا في الاتصال بها لكن نفس الشيء يحدث فاضما لا ترد فاتصلوا بأحد قريباتها التي تقيم أمامها فذهبت وطرقت باب المنزل لكنها لم تتلقارد واحتارت لأنها وجدت نوافذ المنزل مفتوحة وهي في العادة لا تقوم بفتحها مساء حضر أحد أبنائها فصعد فوق صور المنزل من أجل الدخول إليه فوجد أمه في الأرض وهي غارقة في دمائها نعم لقد قتلوها بكل بحشية وبلا ضمير قتلوا إمرأة مسنة لا تستطيع الدفاع على نفسها فاطمة قبل يومين من الجريمة قالت لأولادها بأنها تشعر بأشخاص يتربصون بها فقال لها أولادها ألا تبقى وحدها وهم دائما يكررون ويلحون عليها هذا الأمر لكنها ترد عليهم وتقول ويشرح إسرالي ويشرح ديرولي كانت مطمئنة فاطمة حسب شهادة الجميع متقفة ومسالمة لا تملك مشكلا مع أي شخص اليوم في هذا المجتمع لم يسلم الصغير ولا الكبير قتل إمرأة ضعيفة لا تستطيع الدفاع على نفسها من أبشع أنواع الجرائم رب يرحم فاطمة ويصبر أهلها وإن شاء الله يكون تحقيقا معمقا وتكون قضية رأي عام من أجل إيقاف هذه الجرائم التي تزداد يوما بعد يوم